قبلها عن طريق أخوه علشان كانت زملته في الجامعة وليها أخ توقم ووقع في حبها سنة وخطبها ثلاث سنين واتجوزه ستة وعشرين سنة وخلف منها معتاصم ومنار وافتقرت إل التمثيل وكسل منه ورحل عنها من كم ساعة أسرار زوجة طارق عبد العزيز بعد رحيله شهد على نجاحه من البداية كانت بتدرسه كلية الأداب مع أخوه ووقع في حبها واتجوزه وبعدها قرر يبعد عن التمثيل واتجه لمجال التجارة وعمل بيزنس صغير كده في شركة خاصة به وبعد ما خلف ابنه معتاصم جاله محمد هنيدي وقال له ما تيجي تعمل مشهد معايا كده في فيلم سعيدي في الجامعة الأمريكية ووافق بعد ما كان نسي التمثيل خلال الستة وعشرين سنة جواز هنلاقي إن اختيارات طارق عبد العزيز لأدواره فيها سنس كده اللي هو أنا مش هشتغل علشان الفلوس أنا هعمل دوره لقبية وبالجمهور قبل ما يليق بطارق نفسه ومن هنا الشغل بتاعه كان قلير رغم إنه بيتعرض عليه شغل كتير جدا لدرجة إن مراته وولاده معتصم ومنار بكروا إن بيرفض الشغل علشان هو كسلان ومش عاوز يشتغل وكده ولما لقاهم فاكرين إيه لتشغله كسل قال لهم خدقروا الأدوار اللي معروضة علي لو عجبتكم قلولي ولما يقرأوا في الأول يتحمسوا جدا وبعدين يلاقوا طارق معا حق إنه يرفض وأن الأدوار دي ما ينفعش يقدمها الأمل دلوقتي بعد ربنا في معتصم طارق عبد العزيز اللي كان بيمثل معاه في مسلسله بقينة نين اللي رحل وهو بيصوره وابنه عنده عشرين سنة دلوقتي ودخل مجال التمثيل وربنا يوفقه ويكمل مسيرة أبوه وربنا يرحمك يا طارق